مع السمراء تقديم الامدادات العسكرية الغربية الى اوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لفرق الدبابات التابعة لها وهي تجري تدريبات عسكرية التدريبات التي جرت بالذخيرة الحياة في ساحة بمنطقة ليننجراد جاءت اجراء مضادا نضل الموافقة الالمانية على تصدير الدبابات اليو بارد الى اوكرانيا وزارة الدفاع الروسية اشارت الا ان هذه التدريبات شهدت ضرب الدبابات اهدافا متعددة بما في ذلك مركبات مدرعة على مسافة مختلفة تصل الى خمسة الاف متر موسكو وعلى لسان سفيرها في واشنطن اناتولي انتونوف انتقدت الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الاوكرانيا وعدته تصعيدا يستهدف الحق هزيمة استراتيجية في روسيا وفي العاصمة الاوكرانية كييف يبدو ان قرار ارسال دبابات اليها رفع معنويات قواتها هذا ما بدا جليا في تصريحات وزير الدفاع الاوكراني اوليكسير ريزنيكوف الذي قال ان هذه الدبابات ستكون قبضة من حديد في هجوم مضاد تشنه كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية التدريبات الروسية في ليننجراد التي كان فك حصارها حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ودب باتليو بارد الالمانية في ساحة المعركة الاوكرانية قريبا مفارقة رصدها في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محذرا من ان موسكو لديها الوسائل للرضي على كل هذه الاسلحات الغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة